بعد أن ترسخ الطيف السياسي الأقوى في مقاعد البرلمان والمتمثل بزعامة الكتلة الأكبر التي يقودها مقتدى الصدر والتحالف التقدم والعزم إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وصوتوا لصالح الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب بات الجدل الذي يشهب تكهنات دستورية للجلسة الأولى وما يرافقها من حالة ترسيخ لتعنت الإطار التنسقي طيلة الجولة الماضية من المفاوضات للإسهام في تشكيل حكومة توافقية ودخول إيران على الخطة بات الجدل هو المشهد الذي أيقنته القوى السياسية بما يوحي إلى احتدام كبير لكن المفارقة الواضحة في حسابات الصدر بعد مفاوضات قآني ومثلها الإطار التنسقي من بغداد إلى أربيل وإلى النجف أن ظاهر الأمور قد تخلص إلى تغيير في ديناميكية السياسة العراقية بما يفرض المتغير الجديد من تشكيل حكومة ومعارضة في آن معا سيما ما نصح به الصدر السياسيين من الإطار أو خارجه لمعارضة وطنية بانية لمستقبل البلاد السياسي مجلة ناشونال اندريست الامريكية حللت المشهد على أن حضوظ الصدر القوية بتشكيل حكومة أغلبية وطنية أو قد يتمكن من شق الإطار التنسقي وكسب تأييد مكونات شيعية أخرى مثل قوى الدولة والفتح بمنأة عن دولة القانون وفق المقال وسيواجه الصدر تحديات رئيسية في سعيه لتأسيس تحالف مع الأكراد والسنة أهم تلك التحديات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب السنية ترفض حتى الآن فكرة تشكيل اتلاف مع كتلة شيعية واحدة فقط وربما يدرس الصدريون كذلك قبول قيادة المعارضة وهو خيار قد يروق لهم نوعا ما خاصة أن مقتدى الصدر ظل ويظل يقدم نفسه بصورة المحاسب قولا وفعلا لحكومات في بغداد والتي يريد لجديدها أن تكون ذات عنوان يرصخ السيادة وعدم التبعية والتقدم خطوة إلى الأمامة ترجمة نانسي قنقر